ترجمة نانسي قنقر المصمم للدعاية والإعلان تم تأسيسها في عام 2009 تقريباً قبل 18 سنة الآن ديزاينر لما ابتدت في مجال الطباعة بدأنا بمجال large format أول من جاب ماكنة بحجم خمسة متار في أبوظبي الشركة بدأت بماكنة وعدت طباعة قبلين في الوقت الحالي الشركة تم تلقى على 13 ماكنة طباعة وتم توسع في العمل كثير حالياً نشتغل قدة مشاريع كبيرة خاصة بالدار مثل مشروع الـ HQ الـ One Way Vision هذا اللي اتعمل للمبنى الرئيسي الفيلم ستار وور كان من ضمن المشاريع الكبيرة اللي سويناها أيضاً تم مشروع Formula One سبعة كيلو مساحة الطباعة كانت في الحلبة في حلبة رياس الشركة صار فيها توسع كثير من وقت تأسيسها من حيث الآن في مجال الطباعة الـ Indoor والـ Outdoor الطباعات مقصدة الخارجية وأيضاً الطباعات الداخلية من ضمن الأنشطة أيضاً اللي نعملها في الطباعة المولات نحن نخوف للمولز نشوف في مساحات إعلانية كثيرة في المولز هذه نحن جزء من النشار والأعمال اللي نقوم بها أيضاً الأبنية المباني الواجهات المباني الزجاجية غالباً تنعمل يعني من الطباعة هذه على شكل يعني advertising أو إعلان للمشاريع الفيسم المحتملة هكذا الواجهاتم من درستنامها في الواجهاتم كبتح في 2008 و من درستنامよう والأجهة محترق بفرق المحترق من درستنامتنامات كما لدينا اطلاق المحترق من طبا ما كانت أخذك ثم من جداً delight is there as a different nationalities in the UAE, the languages and the cultures the difference here. I find difficulty on how to blend with the culture of other people, because I didn't have experience before talking to other nationalities saja , so only Filipino. So when I GNI here, this is the first challenge that I face on how to deal with other people communication-wise, culture-wise and many things. إذا ن hopsأبتاً لكم في السنة ولمكن متوفرة تلك المحركة ومن التحدثين معنا الذهب يوجد بيشان الهيوم ولمانجمه عملت قد يوم في الأعلى باريخة الثالثة لأننا كاملة مشبهة لنا ونحصل لنا بلغة الأعزاء يوم في الأعلى باريخة وقت تستمر الأعزاء ومجراء الإعلام إنه بشكل المفترض لأنه يجب أن نحن بأسفالها نحن بشكل كثير من البلد ، يجب أن نحن بجلس المفترض مهم جداً كان الإطلاع على الوسائل الإعلانية الموجودة في الخارج وخصوصاً إذا بغيرنا نتكلم عن هذا الشيء يمكن أن نيويورك تتميز بآلية أو بتقدم كبير في مجال الإعلان مثل ما لاحظنا ومعروف كلنا في تايم سكوير شايفين مجالات ومساحات إعلانية معظمها مستخدمة نظامة ديجيتلز في الإعلانات مما يشرك الإبهار شديد ودعاية إعلانية قوية فهذه كانت من ضمن الأشياء التي حاولنا أن ننقل الأفكار هذه إلى أبوظبي هنا